العقيدة الوحيدة الصحيحة والمضارجة على سطح الأرض ولكن أن نعبد آخر غير الخالق فإنها الخطيئة العظمى فوق سطح الأرض وأنا أقول الحمد لله على نعمة دين الإسلام وأنا أحب كل مسلمين فوق سطح الأرض لا يعنيني أين كان ومن أي جنس وفي أي مكان كل المسلمين مجتمع واحد على سطح الأرض ولا شيء يخرق بيننا إلا التوارض التي وضعناها في أنتروتنا وقد آن الوقت للمسلمين أن يتوحدوا وليساعدوا بعضهم البعض وليظهروا النموذج الطيب للإسلام وبعد ما يظهروه يدعو الناس إليه ولكن طالما نقول أننا مسلمين بألسنتنا ولكننا لا نمارس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن سنعطي نموذجاً قبيحاً للإسلام وتنعطي الآخرين سبباً ليكرهوا الإسلام ولكن الإسلام جميل إنه أجمل شيء على تطح الأرض ولكنهم لن يروا هذا الجمال حتى نتبط ما قاله الله في القرآن ونصنع النموذج الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ستجدون الناس يأتون إلى الإسلام بلا أي كلمة ستقولونها لأنهم سيرون الجمال في أفعالنا وسيرون الجمال في ممارساتنا ثم سيقرؤون في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نفعل ذلك الجمال لذلك يجب أن نعود إلى القرآن والسنة وإني أحمد الله لأنني في مصر لأن مصر صارت هي السبب لكثير من الناس أن يسلموا حول العالم وليعلم الناس ما هو الإسلام يتعلمون القرآن ويتعلمون عن الإسلام ويتعلمون عن المؤدسات الإسلام الأضغر وكثير من المسلمين في مصر يسافرون حول العالم وكثير من غير المسلمين يأتون إلى مصر ليروا الأهرامات ولكنهم رغم ذلك يدخلون في الإسلام إذن الإسلام هو البركة للإنسانية إنه يوقفنا من أن نضر بأنفسنا ولكنه آن الوقت للمسلمين لكي يتوقفوا عن قتل بعضهم البعض وليكفوا عن التلامز بالألفاظ ويكفوا عن الإضرار ببعضهم البعض بأيديهن أو بألسنتهن إذا رأى الناس جمال الإسلام يطبق بين المسلمين فتنحصل على الاحترام من العالم كله فتنحصل على الاحترام من العالم كله أعلم أن الدخول في الإسلام هو حق مجهول لكل إنسان على سبح الأرض لأن الله رضعنا في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وما خلقت الجن والإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته